كان جد النبي صلى الله عليه وسلم على علم بمولوده فقد أخبره ملك من اليمن أنه سيولد طفل من نسله يحكم العالم وحذره الملك من اليهود ومن قومه حذره من أنهم سيحاولون إذاءه ولكن رب البيت يحميه احرص عليه ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء وعندما ولدت آمنة بنت وهب سيدنا محمدا قالت إنها رأت نورا خرج منها وصل إلى قصور بصرة من أرض الشام يا له من ولد مبارك وكان من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية لقضاء فترة الطفولة الأولى ولما بدأت النساء بالقدوم إلى مكة لأخذ الأطفال جاءت حريمة السعدية مع طفلها الرضيع التي لا تملك ما يسد جوعه يا امرأة بني سعد أنا حليمة ابنة أبي لؤي أريد أن أستردع حفيدي اليتيم عندك وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع يا ويلتي ويا له من ذنب سأعود لهذا اليتيم لعل البركة فيه وهكذا أخذت حليمة الطفل اليتيم وذهبت به مع طفلها إلى البادية وهي حزينة يا حارس يا حارس يا حارس ماذا يا حليمة؟ لقد أقبل على سديي فشرب حتى شبع وشرب ولدي حتى شبع لقد أخذنا نسمة مباركة والله إني لأرجو ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة على حليمة وأهلها فشربوا من بعد عطش وطاعموا من بعد جوع وأصبحت أغنامهم شبعا فحلبوا وشربوا من بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن أكمل محمد السنتين حان وقت عودته إلى أمه ولكن بسبب الوباء الذي انتشر في مكة حينها عاد مع حليمة إلى البادية ولكن في صباح يوم يا أبي يا أمي إن أخي القرشي أخذه رجلين عليهم ثياب بيض وشق صدره ما لك يا بني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان عليهم ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري فالتمس شيئا لا أدري ما هو يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله عادت به حليمة إلى أمه ولما وصلت تقول آمنة لحليمة ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك وخافت حليمة أن تحكي لأمه ما حدث وأصرت آمنة حتى حكت لها حليمة وهي خائفة مذعورة وإني تخوفت عليه من الشيطان وبعد أن عاد إلى مكة سافر مع أمه إلى أخواله بن النجار وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والنبوآت والمعجزات والكرامات والمحن والمنح فلم يكن يدرك أن زيارته مع أمه هي آخر لقاء لها به فقد توفيت وهي عائدة إلى مكة وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم لكن الله عز وجل أحاط نبيه بعنايته وأنبته نباتا حسنا لما يريد به كرامته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فلقد حماه الله تعالى وصانه منذ صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب وأصبح جده عبد المطلب هو كفيله حدثني أبي أنه يشعر أن أجله يدنوه وأنه قلق على محمد وقلت له بأنني سأكفله يا أبا طالب إن لك أطفالا كثيرين وأنت رجل فقير ولكنني أحب محمدا حبا جمى وأشعر أنه أحب إلي من أولادي يا أبا طالب إن أباك على فراش المرض يرجو رؤيتك ورؤية إخوتك سيدكم من بعدي هو أبو طالب وهو الذي سيكفل محمدا إحذروا عليه إحذروا عليه من قومه فإن آذوه فانصروه وإن حاربوه فأيدوه فإنه على الحق وهكذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أعوام مات جده وتحولت كفالته إلى عمه وبدأ النبي في سن العاشرة بالعمل في رعاية الغنم لمساعدة عمه الفقير كرامته وعزة نفسه منعته من أن يأكل في بيت عمه أبي طالب دون أن يساعد عمه وكانت الأغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الأغنام والماشية التي يرعاها غيره فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أهل مكة كلهم تمنوا لو أن النبي رعا لهم ماشيتهم وأغنامهم وكان طعام النبي صلى الله عليه وسلم منذ الفجر وحتى غياب الشمس هو التمر والماء ولما أتم سن الثانية عشر قرر عمه أبو طالب أن يأخذه معه في تجارته إلى الشام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام وكان الركب قد نزل بصرة وهذه صومعة الراهب بحيرة الذي رأى الرسول من صومعته ورأى غمامة تضله من بين القوم حتى نزل في ظل شجرة قريبا منه فنظر الراهب إلى الغمامة وإلى أغصان الشجرة وهي تميل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفات النبي المنتظر ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم فإنه سيكون لابن أخيك شأن عظيم وإذ قال عيسى بن مغيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أكد بحيرة لأبي طالب أن ما قاله عبد المطالب هو الحق وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم وأصبح أبو طالب أكثر قلقا على محمد صلى الله عليه وسلم يخاف عليه من إذاء اليهود وأهل مكة